دربوها هم بريطانيا كانت على سواريخ كانت بتمثل تهديد وشيك للسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قال الدربات تمت بالشراكة مع الولايات المتحدة وهي في إطار الدفاع عن النفس بطريقة متناسبة والدفاع برضو طبعا عن الملاحة والبيان العاجل كانت برضو للحوسيين أنه هم قصفوا عملوا نفذوا قصف جديد على مواقع باليمن فبرضو ده كان المتحدث باسم الحوسيين أعلن تنفيذ دربات استهدفت أيضا دي طبعا الدربات الأمريكية برضو اللي بيقولوا أنها وجهوها في اليمن وبالرغم من كل الدربات دي ما زالت قرير من الحوسيين بتقول أن الدربات دي لم تضعفنا وهنستمر في استهداف السفن وفي مظاهرات أساسا كانت للحوسيين في صنعاء بعد الهجمات الأمريكية البريطانية ومعترضين وعايزين طبعا والحوسيين قالوا أن احنا هنرد بالقوة بنتواعدوا بالرد على الدربات الأمريكية البريطانية وبشكل مكسف وبشكل كبير القيادة الأمريكية قالت أنها دمرت صواريخ كروز كانت معدة للإطلاق من اليمن كل دي طبعا ومازال برضو كان فيه سفنتين كانت إيران بتحذر أمريكا من أنها تقصفهم والسفن دي كانوا بيتكلموا عن أنها سفينتي تعملين كقاعدة لعمليات أمامية لقوات الكوماندزا الإيرانية والإيران حذرت أمريكا من أن هي تستهدفهم تستهدفهم